صامداً بميدانه دون هزيمة منذ الجولة الثالثة بعد فوز آخر كان على حسابه الضيف جمية وهران المباراة التي أدارها الحكم فاروق مياً لم نشاهد فيها الكثير في بدايتها لتكون أول محاولة تسجيل حقيقية من طرف الجمعية وهيشام شريف يضيع وجهاً لوجه أمام الحارس الشلالي الرد من أصحاب الأرجى في الدقيقة السادسة والعشرين بتزديدة اللاعب نورا والحارس علاوي يتألق في صدها لتتكرر محاولات نجم مقرى في الوصول إلى شباك منافسهم لكن دون جدوى في المرحلة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي الشوط الثاني نجم مقرى يضغط فيه أكثر وحاميتي كاد أن يرتك لحباب التسجيل من كرة ثابتة لتأتي الضغيقة السابعة والخمسين بالجديد ركنية للنجم كراب بين أخذ ورد وبالعنصر ينهيها في شباك علاوي مسجلاً الهدف الأول هدف أنعش المباراة والأنصار في المدرجات وزاد من إرادة وفقا حاميتي لتحقيق الفوز ليسيطر على أطوار اللعب فيما تاه لعب الجمعية فوق أرضية الميدان أمر مكن نجم مقرى من الوصول مرة ثانية إلى شباك منافسهم وإضافة الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والسبعين بواسطة اللعب نورا الذي استغل كرة في العن وقبل عشر دقائق عن نهاية المباراة النجم يكمل اللعب بعشرة عناصر بعد تلقب العنصر بطاقة صفراء ثانية كالفتح الحمراء نقص عددي لم يغير شيئا في النتيجة ونهاية اللقاء بفوز نجم مقرى بهدفين لسن الشوطة الثانية طلبنا منهم يلعبوا أكثر كما نقول الأمام درنا تغييرات ما بين الشوطين جابت نتيجة نقول حساب مجرية اللقاء فوز مستحق يعني أداوة نتيجة